في البداية شكراً لموقع اليوم 24 على هذه الاستضافة الكريمة وشكراً كذلك على اهتمام لكم بما يقع بمدينة طريبات ومجلس الجامعة كما يعلم الجامعة نتقريباً بالمدينة الانتخابات ديل 8 سبتمبر قلنا بأنه هذه العملية الانتخابية كلها شبهة واحدة المجموعة من الشوائب هذه الشوائب أدات لوحد التحالف وتحالف هاجين ما بين ثلاثة دي الأحزاب اللي هو حزب تجمع الوطن الأحرار وحزب الأصار المعاصرة وكذا حزب الاستقلال هذا التحالف اللي كان عن المستوى الحكومي تم تنزيله قصراً عن المستوى الجامعات وهذا التنزيل أعطاء واحدة المجموعة من الأعطاب من بينها هو أنه التقسيم للدار دي الجامعات الكبرى ودي الجهات هو أنه تم إقصاء بعض الكفاءات داخل هذه الأحزاب ومن هنا بدأت الصراع داخل المكونات للأغلبية ليس في جامعة الريباط ولكن في مجموعة من الجامعات بالمغرب ومنذ انتخاب سيدة العمدة وتصريحاتها الأولى قلنا بأنها تصلح بثاة لتدبير العاصمة لماذا؟ لأنها اعتبرنا بأن تصريحاتها هي تصريحات تسيء لمكانة عمدة مدينة طريبات في المشهد وكذا الإجراءات دي لها الأولى في التدبير كانت إجراءات سيئة وكالتية لدرجة أنه كان خرق القانون في مجموعة من الإجراءات والتدبير التي تختها الجامعة وتتالت هذه الأخطاء والسقطات الأخلاقية والسياسية والقانونية والإدارية للسيدة العمدة اليوم كما يعرفون جميع أنه تم تصويت بالإجماع داخل المجلس دي الـ 62 عضو بالرفض على الميزانية دي الجامعة دي سنة 2024 هذا التصويت كانت تصويتاً سياسياً أكثر منه التصويت تحكمه التوازنات السياسية داخل مجلس الجامعة نكون واضحاً أننا لم يكن لدينا مشكلة مع العمدة كشخص يمكن لدينا مشكلة مع طريقة تدبير مجلس جامعة الطريبات والتصيير ديها وطريقة الخارجات الغير مسؤولة للسيدة العمدة للإعلام لإدات الاحتقان داخل الأغلبية أما نحن كمعارضة فهذا موقفنا التابت منذ انتخبنا على كمستشارين في مجلس جامعة الريبات يعني هذا السوء دي التدبير مبقاش مرتبط فقط غير الجامعة بل انتقل إلى الحزب ديالها لدرجة أنه 19 مستشار من حزب تجمع الوطن الأحرار خرجوا إلى المعارضة في فارق جديد وبرئيسه فارق جديد وكذلك حتى الأحزاب اللي كانت متحالفة مع السيدة العمدة وشكل الأغربي في الأول قررت أنها تقاطع كل ما هو متعلق بالسيدة العمدة وكل نقطة اللي ممكن تجيبهم ومضموا التصويت بالرفض على ميزاني لسنة 2014 نعم في البداية يجبوني يعلم الرأي العام الوطني ورأي العام مدينة طريبات على وجه الخصوص أن اليوم كل فرقاء السياسيين مجمعين لأن هذه السيدة يجب أن لا تستمر في هذا المنصب دي العمودية مدينة طريبات طريقة دي أنها ما تبقاش على رأس العمودية هناك طريقتين الطريقة الأولى هي طريقة الاستيقالة الاستيقالة هي اختيارية لها الحق الكامل في أن تقدم استيقالتها أو لا تقدمها يعني كيف يبقى الأول والآخر للسيدة العمدة طريقة الثانية هو الإقالة دلها الإقالة القانون التنظيمي كان واضح في المسطرة الإقالة التي لا يمكن أن تتم إلا بعد مرور نصف الولاية نصف الولاية إذن ثلاث سنوات اللي ما تكون لشهر تسعود 2024 وكذلك واحد الشرط الشكلي أساسي هو أنه يتم توقيع على طلب الإقالة من لدن ثلاث أربع يعني واحده ستين وستين وستين وواحد باش ممكن يتم الإقالة نحن ننتظر إلا كان السيدة العمدة كتتهمها المسلحة للرباط كما كتقول واتهمها المسلحة للساكينة الأشدر منها أن تغادر هذا المنصيب كما نقوله تخرج من الباب الكبير ولكن إلا ما بغادش ستستمر المعاناة دي المدينة الطريبات أنا على يقين بأنها ستستمر المعاناة ستستمر البلوكاش في مجليس الجماعة إلى حين الوصول لشهر شبتمبر 2024 أولا نحن نأسف لهذا المسألة لأنها تسقط الميزانية لأنه منطلقتنا كحزب في دارة اليسار أن المنتخب سترجع للمكان دير وأن المنتخب هو الذي يدبر وليس جهة أخرى كما كان موقعها في الدولة ولكن عندما كان الطرار أنه تسقط الميزانية سقطت أنا لا أعتقد بأنه هذا السقوط دي الميزانية سيؤثر على المصار التنموي دي المدينة ولا على كيفاش تدبير دي المجلس المدينة بالعكس سيكون عنده بعض النقاط الإيجابية لأنه إلا شفنا هنا صرفات الميزانية دي 2023 و2022 دي جمعة الطريبات كلها صرفت في السفريات دي العمدة ومن يدوره في فلكي ها صرفت في الحفالات وفي أمور لا تعني السكينة بشكل مباشر البرامج الاستراتيجية الكوبرة اللي كتعرفها مدينة الرباط بينها رباط عاصمة الأنوار بينها الرباط كعاصمة تقافية إلى ما غير ذلك من البرامج هي كلها تسير من طرف أو تدبر بماليات دي الشركات دي التنمية المحلية وبسنادق كيتكلف سيد الوالي بتدبير ديالها إذن حتى تأثير المباشر على هذه الاستراتيجيات اللي هي موجودة من لدن الميزانية ما غير يكون شي حاجة لقوية زائد أن الميزانية في الحالة دي السقوط ديالها ما غير يتصرف الميزانية ستصرف الميزانية لكن بتدبير ديال السيد الوالي هناك عارفوا بأنه سيد الوالي ما يمكنش غير يدير شي حاجة اللي غير يتعارض هاد التراتيجيات هادو أساسرا هاد التراتيجيات قام استمر في التنزيل ديالها أعذرني ولكن مشي وليد اللحظة هذا الانتقال سبق الإخوان اللي كانوا في الولاية السابقة ان اشتدوا مرارا في الكلام في النقد ديالهم الموجه للعمدة السابقة سيمح المتصدقين الذي أكن له كل احترام وكذلك في هذه الولاية منذ الجلسة الأولى أقول لك أنه كنا معارضين بشدة لسياسة سيد العمدة وكذلك للأغلبية اللي كانت معها للأسف وصل لهذا البلوكاج ممكن أن العمدة التغيير أو التعاود على الأقل الانتخابات الداخلية داخل المجلس انتخاب العمدة وانتخاب المجلس وأكدوا لك وأكدوا الرأي العام أن فدرالة اليسار حاسمة في هذا الموقف حتى مع الأطرف الأخرى حتى في نقاشنا مع المكونات السياسية الأخرى دي المجلس كنقولها بصريح العبرة أننا نحن لا نبحث على موقعين لا في الأغلبية ولا في مساندة انقضية ولا في كل أمور حتى وإن اقترح علينا أن نكون في نيابات للعمدة أو في مكان آخر سنرفض هذه المسألة نحن نطالبه بأنه يكون عمدة وهو مسؤول وهو قادر على تدبير دي المدينة للطربات بشكل ليخدم السكينة لأننا نعتبر بأن الناس اللي صوتت علينا أصوات ديرهم هي أمانة في الرقبة دينا وإحنا اختارنا الموقع دي المعارضة منذ البداية وما يمكننا اليوم أن نتراجعوا على هذا الموقف لأسباب نقدر نسميها ذاتية ولا لأسباب بين قوسين طالباتية سأختارنا الموقع وضعنا إلى دورة وضعنا موقع وضعنا نظر وضعنا أقل وضعنا نظر وضعنا نظر وضعنا هنا اشتركوا في القناة